الحرقة والحمودة مش بالضرورة يكونوا الحرقة والحمودة هم بس أعراض الارتداد المريئي الارتداد المريئي يعني الناس عم بيصابوا فيه بنسبة متزايدة ويعني ملفتة للنظر ومش دائما أعراضه حرقة والحمودة اليوم رح نحكي مع الدكتور في رأس الزريقات استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد لحتى نحكي عن الأعراض اللي مش دائما إحنا بنعرفها وليش النسب هالأدية بتتزايد بالناس المصابين بالارتداد المريئي صباح الخير دكتور صباح الوضع أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا هلأ مظبوط دائما الناس بيقولوا أنه الحرقة والحمودة معناته ارتداد مريئي هلأ شو الأعراض الغير نمطية للارتداد المريئي؟ أكيد لكن أحسن نحن نبليش نعرف الارتداد المريئي لأنه في كثير ناس بسمعوا الكلمة وما بعرفوا شهي المشكلة بزر وفي ناس عندهم ارتداد وما بعرفوا عندهم ارتداد بفكروها شغلة عادية أو مش عارفين بالضبط شو الشغلة وماشيين معها بس الارتداد هو تعريفه العالمي أي شي برجع من محتويات المعدة على المريء هلأ إحنا المريء بربيش بوصل الأكل من الثم للمعدة وهاي بس وظيفته المريء بالضبط المعدة هي اللي بتهضم الأكل زي ما إحنا شايفين هذا أنا بوصفهم زي نهر الأردن والبحر الميت أنا دامين بحكيها نهر الأردن بصب في البحر الميت الأكل بنزل في النهر اللي هو المريء المريء ما له علاقة بالهضم وبنزل الأكل على المعدة هضم الأكل بيبلش في المعدة وبكمل الهضم في الأمعاء الدقيقة بيبلش امتصاص الأكل هلأ الأكل في المعدة بيقول عالتها من أربعة لست ساعات المعدة بتشتغل زي الغسالة بظلها تلف تتحرك تخبط الأكل تحركه وتهضمه مع الحامض اللي فيها ومع بروتينات وأحماض ثانية هلأ المفروض أنه الباب اللي بين المريء والمعدة باب بفتح بانتجاه واحد من المريء للمعدة لكن مرات وهلأ بطلت مرات هلأ صارت تقريبا دائما أنه برخي وبرجع الأكل من المعدة للمريء هلأي إشي برجع من المعدة للمريء بيعمل ارتداد هذا ممكن يكون حامض ممكن يكون طبيعي ممكن يكون قاعدي لكن الغالبية منه أنه هو حامض لأنه معظم محتويات المعدة حامضة الحامض اللي موجود في المعدة لدرجة إذا بتحطه على الإيد بحرق الإيد لكن المعدة محمية بغشاء مخاطي فهما بصير هذا الكلام جدار المريء زي الجلد إذا بطلع عليه الحامض بحرقه وبعمل المشاكل والأعراض الممكنة تصير آه إذا هو موجود هذا الغريب أنه موجود بالمعدة لأن المعدة لديها غشاء مخاطي لما بطلع على المريء بصير زي الجلد بيحرق آه أوكي الآن الارتداد المريء زي ريال مدريد حاليا رقم اثنين على مستوى ريال مدريد يمكن رقم اثنين على العالم بعد برشلونة الارتداد المريء يقال أنه رقم اثنين بعد القلون العصبي في أمراض الجهاز الهضمي وهو في الواقع قريبا أو إذا ما أوري يعني إذا مش من هلأ تخطى القلون العصبي ستخطى قريبا وصير نمبر ون وصير بالصدارة الآن الأسباب كثيرا لهذا الحكي ممكن نحكي فيها الآن لكن الناس بقيسوا أن الارتداد يعني حامض آه هاي الصورة ايش عم من نشوف فيها الحامض هنا يعني هاي الحامض موجود في المعدة طبقة الحامض والأكل آه والموجودة طبعا إحنا نشوفها مباشرة تحت الصمام اللي بين المريء والمعدة وإذا رأخل هذا الصمام ممكن مع أي حركة يرجع الحامض والأكل للمريء الحامض اللي هو اللونه أزرق بالضبط إنه إذا رأخل الصمام فهي رح تتعلفه هذا هو الارتداد المريئي نحن ما بنسمي حامض هذا نسمي عصارة المعدة اللي بتتكون من عدة أشياء لكن الإشي اللي السيئ فيه هو الحامض أوكي طيب هلأ إذا هذا هو الارتداد المريئي إنه الأشياء بترجع من المعدة بالمرئ بدل ما تروح بالاتجاه طيب هلأ عادة نحن منعرف أن حرقة وحمودة بيخذونهم مثلا أدوية معينة ضد الحمودة مبسوطنا كنت حكيتا هذهالكلمة خلينا نوقف حاولنا نحن نفت bugün مع إبداء حرقة وحمودة بما أننا نفت preset في هذه المنطقة settle حسن يشعر المناة ما هي كلمة حرقة؟ عندما نقول حرقة أي شيء بثم المعدة، اللي هو التقاء القفص الصدري مع بعضه في هذه المنطقة بالضبط بحس الواحد زي نار صح هاي هي الحرقة والحموضة إذا الأكل أو الحامض برجع الحلقه بحس الواحد بطعم حامض بحلقه هذول أكثر عارضين نحن نعرف من الأرتداد المريئي أنا أريد أن أقول أن الأرتداد ممكن أن يكون صامت أو ممكن أن يعطي الأعراض الغير تقليدي التي سنحن نتحدث عنها فإذا جمعناهم مع بعض ممكن حتى يطلع أكثر كنسبة أكثر من القرون العصبي وأنا دائما بحكي أنا يعني كل ما يكبر الواحد أو حتى الناس الشباب يقعدوا مجموعة عشر مع بعض ويسألوا مين بصيبه حموضة أو حرقة رح تلاقي أنه النسبة بتزيد أكيد قبل خمس سنين كانت أقل وغالبا بعد عشر سنين رح تكون أكثر فهو مرض شائع جدا وهو مش بس إنه والله إنه صابني أنا حموضة خلاص بشربة حليب أو بأخذ حبتين ضد الحموضة وبروح وخلاص صحيات الطبيعية لا هذا له مضاعفات ومشاكل وممكن يصير عنه أمراض كثير خطيرة فإحنا لازم نتبه لهذه الشغلة واللي بتتكرر عنده الأعراض لازم يراجع طبيب لازم هلأ أنت عم نحتكيل قبل شوي تفضلت دكتور وقالت إنه إذا ما تعالج الارتداد المريئي ممكن يعمل مضاعفات وتسوي سرطان المريئ هلأ إن شاء الله يعني هلأ نحن أخرييا نرجع للأعراض اللي مش نمطية حرق أو حموضة بيقول لك أولا عندي ارتداد مريئي لازم يروح يشكس شو فيه أعراض تانية كثير أحيان يعني عم نسمع أنه كثير حالات مثلا مرضى عندهم زي بحة زي أحة شغلات بدل مستمرة بركضوا عند كذا دكتور وبالآخر بصفوا للكورتيزون بينما زي ما تفضل دكتور ممكن تكون مشكلتهم ارتداد مريئي سو خلينا نحكي شو الأعراض الغير نمطية هاي يعني أول إشي أنا بدي أحكي أنه الارتداد الناس لاحظوا أنه فيه ارتداد من أيام الأغريق من آلاف السنين عرفوا أنه فيه ارتداد بعمل أنه أكل برجع من المعدة على المريئ وبعمل الحموضة والحرقة هلا أول دراسة علمية نزلت على هذا الموضوع كان في بداية الثلاثينات وراها بسنتين مباشرة نزل كمان دراسة بتقول أنه والله يمكن حتى أعراض ثانية تكون من الارتداد لكن هذا الحكي الناس ما كانت انتبه لأنه هذا مرض نادر وما كانوا يقدروا يوصلهم ببعضه ما كان فيه تشخيص لكن هلا مع الوقت صننا نعرف أكثر وأكثر فيه كثير أعراض يعني مثلا القحة المزمنة فيه كثير ناس بقحهم مش عارفين شو المشكلة اللي عندهم حتى لو قحة ناشفة حتى هي غالبا قحة ناشفة ممكن يكون محة بالغم بتكون بنهار ممكن تكون بالليل بعد الأكل ومش بعد الأكل ثلث هذول الناس عندهم ارتداد مريئي هلا القحة المزمنة إلها ثلاث أسباب ممكن يكون إفرازات الجوب بترجع على الحنجرة وبتهيجي الحنجرة ممكن تكون إشي من القصبات أو من الرأتين وهاي شغلات سهلة إنه لوحب يروع طبيب أذنية أو طبيب صدري وبتشخص وبيضل ثلث هذول المرضى اللي عنده ارتداد مريئي ممكن هذا المريض روح سنين وهو مش عارف شو عنده يفكر عنده ربه قصبية أو حساسية وما بيخلي دوا بوخذه وهو مش عارف شو القصة بتطلع كل الشغلة سهلة إذا بنظم حياته بوخذه الدوا الصح بتطيب كل هاي الشغلة إذن الأححة ممكن تكون شو كمان هلا الأعراض الثانية كمان بحة الصوت بحة بحة الصوت هلا كثير من اللي عندهم بحة صوت في ناس في مذيعات تركوا الشغل من وراء هاي الشغلة مطربين تركوا الشغل معلمين مدارس تركوا الشغل من وراء بحة الصوت بحة الصوت كمان تقريبا 40% منهم بكون سببها ارتداد مريئي وهاي كمان شغل الناس ما بينتابولها وبتعالج عند الأطباء الغلاط وبأخذ الأدوية الغلاط وهم مش عارفين شو القصة أو مثلا حياته بتبطل يروح على مناسبات بطل يتواصل مع أهله في البيت بيكتابل الواحد بطل يعرف شو يعمل بينما حلها بسيط لانه بده عبر على حاله مش قادر صوته مش طالع وهي شغلة حلها بسيط جدا مش بسيط بسيط جدا طبعا وعلاجه كثير سهل في معانا اتصال روبا الصيفي على التليفون هلو هلو مرحبا أهلا وسهلا بتكلوا عافية بس بدي أسأل بمشكلة ان في ناس عندهم دايما بصير عندهم نفخة من الأكل ففي اشياء حتى يعني بتقدريش كمان انه على طول بصير عندهم نفخة من اي اشي مش شرط انه الأكل يكون طبيعته بنفخ صلاة بقوليات او أكل عادي بتلاقيه مع أكل إلا شوي إلا صار عنده نفخة اهه بنا نعرف ما سبب لو سمحت اوكي ولا يهمه اوكي شكرا اوكي شكرا هلأ الدكتور بيجاوبك اسمعينا من التلفزيون اوكي دكتور خلينا أول نكمل الأعراض الغير نمطية بعدين منيجي لموضوع الناس اللي كتير بيصيبهم نفخة ممكن تكون لكن منحكي فيها من جابه لسؤالها تكرم خلينا نكمل أول الأعراض الغير نمطية التهاب الحنجرة المزمن اللي عندهم ألم مزمن بحنجرتهم مرات بقعد أسابيع أشهر هم مش عارفين شو القصة وإحنا بدون هاي الواسطة احنا منحب نأخذ مضادات حيوية فبتلاقي هذا المريض رأى الصدلي أخذ لحاله ثلاث أربع كورسات مضاد حيوي بيكون قاعد بجلسات بعزة أو بعرس بيكون قاعد مع ناس بصير يقولوا لا ما تأخذ هذا المضاد الحيوية أخذت هذا المضاد وتحسنت عليه هذا عياره ألف هذا عياره ألفين وهذا حكي كله غلط بروع طبيب بعطيه أدوية حساسية ممكن حتى يأخذ كورتزون هم مش عارفين شو المشكلة ومعظم هذول أو الجزء الأكبر من هذول الناس بكون عندهم ارتداد مريئي وهو اللي مسبب هاي الأعراض يعني هذول الثلاث أعراض القحة البحث الصوت وألم الحنجرة المزمن كثير متغلب هذول المرضى وكمان قلتلي قبل شوي شو التهاب الأذن هل حتى الغاية يعني لغاية اللي عنده التهاب أذن متكرر أذن خارجية أول عندهم التهاب جيوب متكرر اللي عندهم مشاكل متكررة بالأسنان وأسنانهم بالذوب هاي ممكن تكون كلها من الارتداد المريئي فيه شغلة اللي ناس يمكن يعرفوها أنه كثير ناس يصيبوا أعراض زي أعراض الذبحة الصدرية أو جلطة القلب بروع عن طبيب القلب بفحص وعمل له قسطرة بحكي له ما مالك إشيه يروح وشوف طبيب جهاز عظمي لأن الارتداد ممكن يعمل نفس أعراض يعني أيوه ووجع بالصدر ويكون ليس من القلب لكن أنا يعني رجائن هون أي مريض عنده ووجع بالصدر ويجب أن يشوف طبيب القلب أولا القلب أولا لأن القلب إذا فيه أي شيء بعض المشاكل الارتداد لا ما بعمل مضاعفات تؤديه للموت وإذا لا ممكن يعني فأي واحد صدر بوجه ومش أنه يروح يقول له هل يروح طبيب القلب أولا وإذا ما فيه شيء يتراجع لنا حسنا نرى هلأ كيف يتشخص عندهم هذول الأعراض مثلا الغير نمطية شو آلية التشخيص يروح أول شيء عن طبيب جهاز عظمي هلأ هم معظم هذول الناس عادة هلأ لما الناس سرع عندهم معي ممكن نصير وشوف طبيب جهاز عظمي وأنا إذا فيه واحد بقوح بقوله لا أول شيء تأكد أنه ما عندك شيء بالصدر بعدين تعال عندي هلأ اللي بدأ أقوله كمان شغلة مهمة أنه اللي عندهم هاي الأعراض أكثر من نصهم ما بيكون عندهم لا حموضة ولا حرقة يعني ما بيكون عندهم الأعراض الكلاسيكية أو التقليدية للأعداد المريئي فهذا كثير مهم الحكي يعني مش أنه لا والله أنا ما عندي حموضة معناته لازم يكون عندي وفي نفس الوقت الحموضة شيء شائع فممكن الواحد يكون عنده قحة من حساسية أو من شيء ثاني وعنده حموضة فمش بالضرورة يعني على الحالتين ما بتركب على بعض فالواحد لازم يتشخص صح التشخيص بيكون عند الطبيب بيعرف شو اللي بعمله ويأخذ صيرة مرضية صح ويفحص المريض وبعدين يعمله التشخيص هلأ الأعراض التقليدية التنظير ما بفيد فيها تنظير المعدة بفيد بالارتداد العادي لأنه أنت بتشوف الالتهاب بتشوف الصمام وثم المعدة الأعراض اللي أنا مطيلة لأنه هذا بيكون بخار المعدة بخار الحامض أفهم أو نقط الحامض بتحطه بالحنجرة وبتقيس هذا الحكي حتى تكون متأكد مية بالمية بالحنجرة يعني ما بدها بنج يعني ممكن يعمل بالعيادة تركيبه أنا يمكن المرة في المستقبل أجيب لكم فيديو كامل ركبه شغلة كثير سهلة نحن صرنا عمينا بالأردن تساح حالات لغاية هلأ هاي شغلة جديدة بالعالم عمرها يمكن سنتين لغاية قبل هاي الشغلة كانوا الناس يخذ الدواء لمدة ثلاث شهور بجرعة مضاعفة يتأكد وفي كثير مرضى لما كانوا الأطب يحكوا هذا الحكي ما كانوا يقتنعوه ويلتزموا بالدواء هلأ أنت بتصير تتأكد بالضبط الحالة حتى تعطي المريض الصح العلاج الصح هلأ بتركب هذا لمدة 24 ساعة بأخذ المريض معه على البيت يعني حياته طبيعي ورجع ثاني يوم منحلله منشوف نسبة الحامض ومنقدر نعرف إيش المريض هذا بالضبط عنده وبأي وقت عنده خلال النوم بعد الأكل شو الأشياء اللي بتعمله هذا الكلام طيب هلأ شو عادة بيكون يعني هلأ صعب أكيد العلاج يكون واحد لكل الأعراض بس عادة شو علاج الارتداد المريئي هلأ علاج الارتداد المريئي العادي أو الحموضة أو الأعراض اللي حكيناها أول إشي بتغيير نظام الحياة هلأ إحنا ليش الارتداد بنزيد نسبة كثير لأن نظام حياتنا بتغير لأنه إحنا إذا بدنا نروح على دكانة لازم نصف على باب الدكانة حتى لو كانوا سيارتين صفين على بابها منصف جنب منسكر الشارع منصف لكي ننزل نأخذ إغراضنا ثقافة رياضة عنا عيب ثقافة المشي أصلا ما في محل الواحد يمشي أنا بشوف فينا مجموعة بيطلعوا بيمشوا بعمان لازم يسكر الشارع ولازم يكون محهم ناس ما في محلات كثيرة للمشي الرياضة عنا مش وزن الناس قاعد بزيد لأن الحركة قلت نظام أكلنا تغير وقت أكلنا تغير صلنا نوكل بالليل متأخر زمان الناس كانوا ناموا على التسعة ما كان فيه كهربا ما كان فيه تلفزيون هلأ منسهار ومنتأخر بالشغل وأكلنا بكون متأخر نوع الأكل مع الحياة بسرعة صار الأكل جاهز يعني تطلب وجب جاهزة خلال من الصعب تكون عندك في البيت أبداً دقيقين في مواعيدهم فصار الأكل جاهز الجنك فود كل حياتنا تغيرت فهذا كله طبعاً الدخان الله يخلينا الدخان من نسبة المدخنين حتى بلاد برا المدخنين الصغار بدخنوا أقل من الكبار يعني صار يعرفوا أنه مشكلة وبطلوا يدخنوا احنا عنا الصغار بدخنوا أكثر من الكبار لأنه ما عنا يعني حتى أنه ما فيه يعني اللي بدخن ما بتغلب الأردن يعني اللي بدخن في بلدان ثانية في أوروبا أعني لو عمره 11 سنة ممكن يشتبكي الدخان وهذا إشيء موسف يعني نحنا فيه هلأ عندنا توعي على الموضوع بحاولوا يخففوه ما على أشياء كثير ودخان حقه مصاري وقصته قصته وما هذا ما ندخن بس إن شاء الله أنه في المستقبل أنه هاي الكمان العادين تخف في بلدنا حسنا مضاعفاته هل أدي ضروري يتشخص وضروري جدا ناخد علاج لأنه مضاعفاته زي ما تفضل الدكتور يعني ممكن تصير خطيرة جدا شو ممكن تكون يعني زي ما أنت حكيت سرطان حتى الارتداد ممكن يؤدي له سرطان هلأ سرطان المريء كانت نسبته قليلة في العالم في السابق هلأ هو أكثر نسبة قاعدة بتزيد معظم السرطانات يا مستقرة يا نسبتها بتقل لأنه في عليها توعي زي سرطان الثدي والقلون مثلا لكن سرطان المريء يعني كان رقم 15 صار رقم 10 هلأ رقم 5 وكل ماله بزيد ليش سرطان بزيد لأن الارتداد بزيد هلأ جدار المريء لما يتهيج وظل الحامض يططع عليه بهيجي الخلايا ومع الوقت بصير فيها تغير ليش معناته انه كل واحد عنده ارتداد يخاف يقول لب السرطان الجندب يصير عندي سرطان لا لكن زي بعد المدخن بزيد احتمال سرطان Two الرئاء لجب التطبيق لأنه ما نصير عنده سرطان طبعا في مضاعفات تنrend ممكن نصير قuruحة في المريء نصير نزيف في المريء كن يصير تضيق في المريء يبدو الواحد يبدوب لكن pounds انتهي AS receive جvernاز eleven يعني معناته هلا اكتير ان لو دائماً فيهم حرائق وحمودة بتعود على أدوية معينة مثل مالوكس أو هؤلاء الأشياء، لكن هذا خطأ، يعني عم تقول الدكتور أنه يكون الواحد عنده حرقة دائماً إشي قلط، يجب أن يتعالج، يعني هلأ لو بصيبه حرقة مرة بالشهر وخفيفة بأخذ حبتين مالوكس وبتحسن ماشي الحال، لكن بصيبه حرقة متكررة، أدي أم نقول متكررة إن لازم يراجع أكثر في الموضوع، الذي يصحب الليل من نوم على الأعراض، هذه مشكلة كبيرة كمان، هذا يجب أن يراجع طبيب الآن العلاج نوعين، طبعاً أهم علاج أولاً تغيير نظام الحياة كما حكينا، الواحد ينظم أكله، يقسم وجباته، ما يوكل بالليل، يخفف الأكل الدسم، الدخان، المنبهات، الأشياء يخففها تغيير تنزيل الوزن، ينزل وزنه أربعة كيلو، الدراسات تغيير التداد بخفف أربعين في المئة بنسبة كبيرة، بعدين نحن في نوعين من العلاج، يمكن يعمل عملية أو ياخد أدوية، نحن نفضل المريض يبدأ على أدوية،، والأدوية نحن نقول للمريض شغلتين، أنا أقول للمريض، أقول له هذا ليس أن تأخذ دول أسبوع والطيب، لا، أنت تعتبره مثل الضغط، مرض مزمن، تأخذ الدواء يتظل لكي جيد، لا تأخذ الدواء تتعب، تدخل مستشفى، آه ومن النوع الأدوية التي تضح لها دائماً لكن ما نفعله؟ نحن نريد أن تفصل فسطان أو يفصل بذلة كل مريض يختلف يعني فيه مريض يحتاج جرع عالي كل يوم مريض يحتاج نص الجرع كل يوم مريض يحتاج حبة يوم بعد يوم مريض يحتاج حبة بالأسبوع مريض يحتاج حبة لما يكون فيه عزيمة أو مناسبة أو تخبص في الأكل حسنًا أنه يحتاج جرعات عالية لفترة طويلة ووقتها منفكر بالعملية أوكي نيح معناته أهم شيء ما يتجاهل الواحد الحرقة والحموضة وأهم شيء ينتبه معناته للأعراض الثانية لأنه تخاف الواحد يتوه بين الدكاترة اللي رجعنا نحكي اللي هي البحة والأحة والتهاب والوجع والتهاب والحنجرة هاي كلها قد تكون أعراض لارتداد المريء أنا بدي أحكي للأخت أن الانتفاخ هلا نجي على الانتفاخ الارتداد المريء ممكن يعمل الانتفاخ خاصة بعد الأكل يعني الأعراض الكلاسيكية هي الحرقة لكن ممكن يجي بانتفاخ هلا أسباب الانتفاخ كل الناس بيطلع غازات الهضم الأكل في الأمعاء بيطلع غازات الإنسان الطبيعي بيطلع تقريبا من 200 إلى 300 سي سي غاز باليوم فإشي طبيعي أن يكون فيه غاز عند الإنسان هلا أسباب الغاز الزيادة أو مرات بيكون نسبة الغاز الطبيعي بس الإنسان بتهيج منها الأسباب ممكن يكون من المعدة من الأمعاء الدقيقة أو من الأمعاء الغليظة اللي هي القلون هلا الارتداد واحد من الأعراض بتعمل انتفاخ قرعة المعدة والتهابات المعدة ممكن تعمل انتفاخ الإمساك ممكن يعمل انتفاخ القلون العصب ممكن يعمل انتفاخ أمراض عضوية زي حساسية القمح أو بعيد الشرل أو رم ممكن تعمل انتفاخ لكن أنا فيه شغلة كثير مهمة بدأ أحكيها للأردن وكثير ناس ما بكونوا عرفين سببها اللي هي حساسية الحليب أو مشتقات الحليب اللي اسمها لاكتوز 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 هوا سكر موجود في الحليب أو مشتقات الحليب الكيك فيه حليب يعني مش بضرورة الواحد يعني ممكن يمق الشرasing معمول من حليب يكون فيه الكنافة فيها حليب يتجبن فيها حليب يعني مش بضرورة يكون بش الخليب يعني كل كيف فيه حليب بضضب يعني بذات في منطقتنا إحنا في نقص في الإنزيم اللي اسمه لاكتيز اللي بهضم السكر اسمه لاكتيز وإذا ما رضم السكر تفاعل مع البكتيريا بالأمعاء ويطلع أغازات ففي الكثير من المنفخين يكون عندهم حساسية حليب يمكن ما بيشربوا حليب بس بوكل مشتقات الحليب بطريقة أو بأخرى لبنة وجبنة فكثير من المنفخين تبهي راقب هاي الشغلة الشغلة الثانية الفواكه السكر الفركتوز الموجود بالفواكه مرات بيكون هضمه صعب فيه ناس بنتفخوا من الفواكه وبدأت فواكت الصيف زي البرقوق والدراج والمشبش لأنها مليانة سكر الفركتوز والشغلة الثالثة اللي هلا كمان ننتبهي لها لأنه إحنا صرنا نحاول ننزل وزننا نأخذ أشياء غير محلّة زي البيبسي أو الملبس اللي بدون حلو أو الحلو السكر غير التخلاي اللي نحط على الشاي والقهوة هاي فيها مادة اسمها سوربتول وإذا أخذناها بكثرة الجسم ما بقدر يهضمها الأمعاء وبرضا بتأدلها الانتفاخ ممكن طريقة الأكل تعمل الانتفاخ؟ طبعا إذا الواحد بوكل بسرعة وما بيهضم الأكل أو إذا بيدخل هوا مع الأكل أكيد بعمل الانتفاخ ها أوكي هلأ في معنا تليفون هودا هلو هلو صباح الخير هلو سهلا صباح الخير هودا كيف حالك؟ تمام الحمد لله كيفك أنا كتير مبسوطة على الفقرة هاي كتير مفيدة الدكتور فراس ماشاء الله كتير مش رح مسهب كتير ارتحت لأنه أنا صلي سبع سنين أها صوتي مبحوح أها ولفيت دكاترة البلد باطنية كلهم وعملوا لي تنظير وحكوا لي أنه عندي ارتداد أها بالمعدة أوكي وعطوني علاجات وما تعالج ما تحسنت ما تحسنتي ولما بحكي كتير بتعب إنه كتير بتدايق من عند رائبتي بحسها ممسوكة مشادة علي يعني بتعب وأنا عم بحكي كتير فبضلني ساكتي لأنه مش قادري أحكي أه فإنه هلأ كتير ريحنا الدكتور وإنه هاي البحة سببها من الارتداد وما حدا قال لي ما حدا يعني ولا دكتور كان يحكي ولا دكتور مع إني كنت أقولهم صوتي مبحوح وروحت على أذن ودكتور الأخصاء يأنفوا أذن وأملي فحوصات للإحبال الصوتية اللي ما في شي فإنه ما بعرف أنا اللي بتعالج برجع صوتي برجع بيروح هذا إحساس الألم اللي بحسه برائبتي داخلي وإذا بقدر يعطوني رقماياته للدكتور أوكي ممكن هلأ شوفي ست هداء هلأ الدكتور بيجاوبك وبيعطوك التليفون بالغالري اسمعينا من التلفزيون يعطوك التليفون بالغالري وهلأ الدكتور بيجاوبك أنه ممكن يتعالج شكرا لاتصالك هداء شكرا لاتصال حكينا أنه 40% منهم بحط صوت مزمنة سبب ارتداد ففيه احتمال كبير يكون عندها ارتداد خاصة إذا طب الأذنية ما قدروا للاقوا سبب يعني هذا بزيد حتى الاحتمال أكثر من 40% هلأ أنا حكيت قبل شوية أنه صار في عنا جهاز جديد إحنا الثامن دولة بالعالم نجيب هذا الجهاز على فكرة لغاية هلأ أنا الوحيد اللي شغال عليه لكن بدنا إحنا ننشره بالأردن يعني هلأ هدفنا بلاش نحكي لأطب الأذنية والصدرية والجامعات والمشرفيات العامة عنه حتى صيروا يستخدم لأنه جهاز استخدام جهاز التخخيص أنا أتأكد بنسبة 99.9% لأنه لا يوجد شيء بالدنيا 100% أنه هذا الارتداد من البحث الصوت عفاً هي ارتداد أنا أول حالة منها كان لأخ عنده بحث صوت أردن عايش بالإمارات حكي مع بعض أسبوع من الإمارات ما عرفت صوته لأنه رجع صوته بعد ما أخذ الدواء فمعناته من نقول لأست هنا هناك احتمال أن يكون عندها ارتداد هو مش أكيد لكن هو احتمال وإن شاء الله أنه تنحل مشكلتها إن شاء الله شكراً دكتور شكراً لك